وكان حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى قد غادر بحفظ الله ورعايته المملكة العربية السعودية الشقيقة في وقت سابق حيث كان في مقدمة مودعي جلالته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا برقية شكر وتقدير إلى أخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما يلي نصها خدم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا ونحن نغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتنا في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجندرية أن نعرب عن شكرنا العميق وتقديرنا البالغ لكم حفظكم الله ولحكومتكم والشعب السعودي الشقيق على ما قبلنا به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة حاكست عمقام ومتانة العلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين كما ويسعدنا أن نعبر عن مشاعر السعادة لمشاركتنا في هذا المهرجان الثقافي والتراثي الذي تحرص المملكة العربية السعودية على إقامته سنويا تعبيرا عن الإنجاز الحضاري والإنساني الذي لعبه أبناء المملكة العربية السعودية في تقدم الحضارة العربية والإسلامية وإننا إذ نتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار والرخاء واستمرار نعمة الأمن والأمان لندعو الله مخلصين أن يحفظكم ويديم عليكم نعمة الصحة والسعادة ويفقنا للعمل جميعا من أجل خير ورفاه شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين